موسيقى مرحبا بكم عزائي التلاميذ في حلقة جديدة من دورة تعلم اللغة الإنجليزية للصف الخامس الابتدائي درسنا اليوم يونت 5 لسن 3 الهيونت الخامس الدرس الثالث عنوان الدرس Would you like هل تود أو هل ترغب موجودة بصفحة 62 من كتاب الطالب صفحة 60 من كتاب النشاط قبل ما نبدأ بالدرس لا تنسى الاشتراك بقناة اليوتيوب اللي اسمه الأستاذ طاعسين مدرس اللغة الإنجليزية اللي متابعة جميع حلقات دورة الخامس الابتدائي كذلك يتم نشر هذه الدروس عبر بيجنا على الفيسبوك الأستاذ طاعسين مدرس اللغة الإنجليزية اللي تقدرون تلقو من خلال هذا المعرف صفحة نيرستي من كتاب الطالب مكتوبة على صفحة Talk about the food you can see at the picnic تحدث عن الطعام الذي يمكنك رؤيته في هذه النزهة من طين صورة لعائلة ذاهبة في نزهة ودارت بياناتهم محادثة يقول لك تحدث عن الطعام الذي تراه على السفرة اللي موجودة أمام هذه العائلة اللي ذاهبة في نزهة فنلاحظ هنا أن الأب يسأل يسأل أحد أولاده يقول له Would you like some lemonade or tea قلنا Would you like معناها هل تود أو هل ترغب هل ترغب بعصير الليمون أم الشاي فيجاوبه أبنه يقول له I prefer tea أنا أفضل الشاي Please رجعا فهنانا سؤال وجواب سؤال آخر البنت تسأل تقول له Would you like some salad هل تود أو هل ترغب ببعض الصلطة يجاوبها يقولها No thank you الثالث يسأل Would you like some bread هل ترغب أو هل تود ببعض الخبز تجاوب الأم تقول له Yes please هذه المحادثة عبارة عن سؤال وجواب يريد يخليني أركز على Would you like من عنوان الدرس اللي هو Would you like هل تود أو هل ترغب لازم أعرف أنه الجواب لهذا السؤال هو أما Yes please أو No thank you وإذا كان ال Would you like بيها خيارين Limonade or tea Rice or chicken بيها خيارين مو خيار واحد فيكون الجواب I prefer زائدا الشي اللي نرغب به بالدرس السابق قد تحدثنا عن Do you like لازم نميز بين ذن السؤالين Do you like معناها هل تحب بهذا السؤال نسأل عن رأي الشخص بأكلة معينة مثلا Do you like fish هل تحب السمك أما Would you like معناها هل ترغب يعني أنا إذا أقدم السمك لي زميلي أو لأخوي أو لصديقي Would you like some fish هل ترغب ببعض السمك إذا أقل لي Yes please معناها أنا راح أقدم له وإذا أقل لي No thank you معناها أنا ما راح أقدم له جوابه يكون أما Yes I do أو No I don't ال Would you like يكون جوابها أما Yes please أو No thank you لازم ننتبه أنه نعرف أن نميز بين Do you like وال Would you like راح نجي نأخذ ملاحظات قواعدية تفصل لنا هذه الأسئلة أولا نستخدم ال Would you like للسؤال عن رغبة شخص بأكلة أو مشروب معين يعني لما نقول الشخص Would you like some tea هل ترغب ببعض الشاي معناها دا أقدم له الشاي ودا أسئلة أنه يرغب بهذا الشاي لو ما يرغب إذا يرغب يقول لي Yes please راح أقدم له الشاي وإذا ما رغب وقل لي No thank you معناها ما راح أقدم له بينما Do you like اللي معناها هل تحب أنا فقط دا أسئلة عن رأيه عن أكله أو مشروب معين مثلا Do you like fish هل تحب السمك أما يقول لي Yes I do أو No I don't مجرد ينطيني رأيه ما راح أقدم له هذا السمك مثلا مثال Would you like some tea هل ترغب ببعض الشاي الجواب يكون أما Yes please نعم رجاء أو No thanks كلا شكرا بعد عندي ملاحظة ثانية أسأ عرفنا من ال Would you like إذا أجوا إياها خيار واحد مثلا Would you like some tea أنا منطيني خيار واحد مشروب واحد يكون الجواب عنه أما Yes please أو No thanks زيان إذا خيرني بين خيارين مثل هذه الجملة Would you like some lemonade or tea هل ترغب ببعض الليمون عصير الليمون أم الشاي هل راح يكون جوابا نفس الجواب Yes please نعم رجاء أو No thanks كلا شكرا لا ما راح يكون نفس الجواب راح يكون جوابا I'd prefer أنا أفضل زاعدا الشي اللي اختاريته من بين الخيارات اللي خيرني بيهن مو هو خيرني بين العصير الليمون والشاي أقول لي I'd prefer tea أو I'd prefer limonade please أنا أفضل الشاي أو أنا أفضل عصير الليمون زيان استاد شون تجيني بالامتحان الصيغة الخاصة بهذا الموضوع والمواضيع السابقة الخاصة باليونت الخامس موجودة بالصفحة الثانية مكتوب read, match and write the numbers اقرأ منطيني مجموعة من الأسئلة match طابق طابقها بالأجوبة إذن عدنا questions أسئلة و answers أجوبة and write the numbers اكتب رقم السؤال أمام الجواب المناسب إلا هسه راح نجي نعرف إذا كنا فاهمين موضوع do you like would you like what there is what there are اللي خذناها نبدأ دروس سابقة وبهذا الدرس مثلا number one أولا would you like some water هل ترغب ببعض الماء فهنا نجي نشوف yes there is a lot هذا غير مناسب نشوف غيره yes please نعم رجاء من الممكن نكون هذا الجواب لكن نتمهل و نشوف بقية الأجوبة على الموضوع من الممكن أن يكون جواب آخر يناسب أكثر I prefer lemonade please أنا أفضل عصير الليمون رجاء رح نلاحظ أنه من خلال حلنا لبقية الجمل أنه هذا أكثر خيار مناسب للجملة و رح نوضح السبب بعد دقائق إن شاء الله number two ثانيا is there any meat for dinner هل هناك بعض اللحم لعشاء نحن نعرف أن الميت غير معدود و غير المعدود يعامل معاملة المفرد لذلك أقول is there is there any meat هذا السؤال شون يكون جوابه شرحناها بدروس سابقة أما yes there is أو no there isn't بخلنجي نشوف شن الخيار المناسب yes there is a lot نعم هنا لك الكثير نعم هذا أكثر خيار مناسب أو أكثر جواب مناسب للسؤال الثاني فأضع رقم السؤال و هذا الجواب number three ثالثا how many cookies are there كم عدد المعجنات أو الكعك هناك فهنانا السؤال how many لازم يكون الجواب عنه بعدد كم العدد لازم أنطي عدد فأقول له yes please نعم رجان غير مناسب yes there are a lot نعم هناك الكثير غير مناسب هذا الجواب متعلق بالسؤال اللي يبدأ are there yes there are أو no there aren't بالأضافة لذلك أنه ماكو رقم أنا أريد رقم أو عدد there are only four هناك فقط أربعة إذن هذا بي رقم how many cookies كم عدد المعجنات أو الكعك there are only four هناك فقط أربع كعكات أو معجنات number four is there any salad on the fridge هل هناك أي صلطة في الثلاجة عرفنا أن الصلطة غير معدود فلذلك قلنا is there والإجابة عنه أما yes there is أو no there isn't نحن نبحث بالأجوبة yes please غير مناسب yes there are غير مناسب لأن أنا قلت is there فالجواب يكون yes there is أو no there isn't فما يصر أقول are أشوف غير جواب no there isn't أي صلط كلا لا يوجد أي صلطة إذن هذا أكثر خيار مناسب فأكتب رقم أربع اللي هو رقم السؤال أمام هذا الجواب المناسب number five would you like an apple هل ترغب بتفاحة نحن نحن شن الجواب عرفنا أن would you like يكون الجواب عنها on my yes please أو no thanks نحن 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 نعلم الإجابة عنها yes please أستاذ ليش ما خلينا جواب yes please للسؤال الأول اللي هو would you like some water نجي نتلجم هذن السؤالين والجوابين مثل ما قلت أنا رح أوضح هاي النقطة would you like some water هل ترغب ببعض الماء من الممكن يكون جوابها yes please نعم رجعا لكن هنا ما رح يكون عندي would you like an apple هل ترغب بتفاحة ما رح يبقى عندي جواب غير بس I'd prefer lemonade please أنا أفضل عصير الليمون رجعا نلاحظ أن ذن الجملتين غير مناسبة يعني شخص يسألني يقول لي هل ترغب بتفاحة أقول له كلا أنا أرغب بعصير الليمون غير مناسبة لأن هذه أكلة وهذا مشروب بينما هنا would you like some water هل ترغب ببعض الماء هنا أنا مشروب فيقول لي لا أنا أرغب ببعض عصير الليمون إذن هذا مشروب وهذا مشروب هذن يكون المناسبات أكثر من الجملتين الأوليات إذن would you like some water نقدر نقول جواب yes please بس رح يكون جواب النقطة الخامسة خاطئ إذن بقى تعدى فقط النقطة السالسة are there any strawberries هل هناك أي فراولة الجواب عن هذا السؤال شي يكون are there ليش لأن strawberries معدود وجمع يكون الجواب عنها أما yes there are أو no there aren't فأقول yes there are a lot نعم هناك الكثير من الفراولة هذا ما يخص هذا النشاط يجيني بالامتحان مثل ما هو بالسؤال الثاني فرأبي ينطيني أسئلة وأجوبة وصل الأسئلة بالأجوبة المناسبة لها من خلال فهمنا للدرسين السابقين بالليونة الخامس اللي هو الموضوع is there والare there مع المعدود وغير المعدود would you like وموضوع would you like اللي أخذنا بهذا الدرس رح أكتر أجاوب هذا النوع من الأسئلة اللي هو عبارة عن سؤال وصل إذن هو سؤال مهم جدا بالامتحان التحريري نحاول نحفظه قبل ما نروحنا للامتحان ننتقل للنشاط الآخر read the email اقرأ هذا الإيميل and answer the questions وأجب على الأسئلة هذا الإيميل بمجموعة من الأسئلة نلاحظوا من رقم الياهن would you like to come would you like limonade or orange juice وهكذا يطلب من عندي أني أقرأ هذا الإيميل وأجاوب على الأسئلة اللي موجودة بداخل هذا الإيميل هنانا الإيميل دازي شخص اسمه سارة to معناها إلى إلى سارة subject موضوع الإيميل our picnic رحلتنا نجو نقرأ الإيميل ونحاول نجاوب على الأسئلة المتعلقة بهذا الإيميل وين بالفراغات اللي منطينيها بأسفل هذا الإيميل مكتوب hi مرحبا we are going to have a picnic next week سوف نحظى بنزهة الأسبوع المقبل would you like to come هل ترغب بالمجيء على السؤال يطلب من عندي النجاوبة فمثلا أنا مخير النجاوب yes please or no thanks فنحاول نجاوبها السؤال yes please نعم رجعا my mom wants to know what you like to eat and drink أمي تريد أن تعرف ماذا تريد أن تأكل وتشرب would you like لموناد or orange juice هل ترغب بعصير الليمون أم عصير البرتقال هذا السؤال الثاني يسألني يقول لي هل ترغب بعصير الليمون أو عصير البرتقال بما أنه خيرني فأقول لا I'd prefer أنا أفضل شفضل مثلا ليموناد أو I'd prefer orange juice التلميذ مخير أنه يختار الإجابة التي تأجبه مثلا أنا أقول I'd prefer ليموناد أنا أفضل عصير الليمون نمبر ثري would you like chicken or cheese sandwiches هل ترغب بشطائر الجبن أم الدجاج كذلك التلميذ مخير أقول مثلا I'd prefer cheese sandwiches أنا أفضل شطائر الجبن do you like هل تحب الصلطة كذلك هنا أنا أحاول أجاوب would you like would you like الجاوب عنها أما yes please أو no thanks أو I'd prefer هنا أنا do you like أخذناها بالدرس السابق شن يكون جاوبها أما yes I do أو no I don't فكذلك التلميذ مخير أنه هل هو يحب الصلطة أم لا يحبها فأقول مثلا yes I do نعم أنا أحب الصلطة there isn't any ice cream لا يوجد هناك أي ice cream because we can't keep it cold لأننا لا يمكننا أن نبقيها باردة but there are lots of strawberries and cherries لكن هناك الكثير من الفراولة والكرز do you like them both هل تحب كلاهما كلاه الفراولة والكرز كذلك التلميذ مخير do you like أما أقول yes I do أو no I don't مثلا أقول no I don't هذا ما يخص هذا النشاط هنا أنا يريد يدربني أكثر على الإجابة على أسئلة would you like do you like اللي أخذناهن بهذا الدرس وبالدرس السابق بالإضافة إلى أن يريد يدربني أكثر على القراءة بما أن يريد اقرأ إذن يريد يدربني أكثر على القراءة والإجابة على الأسئلة اللي أخذناها بالدرس السابق وهذا الدرس اللي هل هل do you like وال would you like منتقل إلى كتاب النشاط write the words and punctuation in order أكتب الكلمات وعلامات التنقيط بالترتيب هنا أنا هذا التمرين تمرين مهم جدا بسؤال القواعد اللي هو السؤال الثاني يجيب لي الجملة هذه الجملة مباثرة يطلب من أن دي نرتبها يخلي لي بين قوسيا order أو reorder على ترتيب الجملة هنا ننتبه الأمر إذا كانت تنقيط علامة استفهام أو نقطة هنا إذا كانت علامة استفهام أنا أحافظ الأسئلة اللي أخذناها بالدرس السابق وهذا الدرس اللي هي would you like أو do you like بما أنه علامة استفهام فإذن هذه الجملة سؤال بما أنه would أقول would you like هل ترغب وأكمل الجملة would you like مثلا some chicken or some fish هل ترغب ببعض الدجاج أم بعض السمك هاي الجملة رتبتها اعتمادا على حفظي للسؤال والجواب اللي أخذناها ببداية الدرس بالإضافة للسؤال والجواب اللي أخذناها بالدرس السابق عن موضوع do you like number two ثانيا كذلك علامة استفهام ومش منطيني منطيني there is بما أنه سؤال بالدرس الأول أخذنا there is والthere are مع المعدود وغير المعدود شون يكون السؤال يكون السؤال is there هل هناك زاعدا الشيء الغير معدود شنو الشيء الغير معدود الميت is there any meat هل هناك أي لحم زاعدا التكملة اللحم المن for dinner للعشاء وما أنسأ علامة الاستفهام is there any meat for dinner هل هناك أي لحم للعشاء number three ثالثا منطيني نقطة معلامة استفهام إذن أحاول أخلي الجملة مثبتة فهنانا كذلك there is هناك مو سؤال ما أقول is there وإنما أقول there is ليه شون عرفت أنه مو سؤال من خلال النقطة فأقول there is هناك some cheese بعض الجبن when in the fridge في الثلاجة there is some cheese in the fridge هناك بعض الجبن في الثلاجة number four رابعا كذلك نقطة إذن هاي مو سؤال there isn't لا يوجد هناك any أي ice cream لا يوجد هناك أي ice cream هذا من الجمل أحاول أحفظهن لأن جمل جدا مهمة بالامتحان التحريري تجيني بالسؤال الثاني يجيب للجمل المباثرة ويقول لي بيها قوسيا reorder على ترتيبهن فأنا لازم حافظ ذن الجمل وشونا رتبهن وانتبه إلى علامة الاستفهام أو النقطة على مو أقدر أجاب هذا النوع من الأسئلة ننتقل إلى تمرين ب complete the diagrams أكمل المخططات منطين مخططين مخطط لل fruit للفواكه ومخطط لل sandwiches للشطائر يقول لي انظر إلى هذه الكلمات وضعها بالحقل المناسب إذا كانت هذه الكلمة من ضمن الفواكه أوضعها بحقل الفواكه وإذا كانت من ضمن sandwiches للشطائر أوضعها بحقل الشطائر هو حال الأولى بنانا بنانا من fruit من الفواكه إذا يوضعها في حقل الفواكه cheese جبن هل هي من fruit الفواكه أو sandwiches الشطائر أكيد cheese جبن من الشطائر فوضعها بحقل الشطائر chicken الدجاج هل هي من fruit الفواكه أكيد لا من sandwiches من الشطائر نعم أخليه بحقل الشطائر ميت لحم كذلك هل هي من fruit الفواكه أكيد нет إذن هي من الشطائر strawberries الفراولة هذا من الفواكه فأوضعها بحق الفاكهة والتشيريز والكرز كذلك بحق الفاكهة هذا مجرد يريد يخلينا ميز بين الفروت الفواكه والسانويتشز الشطاء تمريسي يقول لي هل يمكنك إضافة كلمات أخرى لهذا المخطط؟ مثلا التلميذ حافظ أن الأبل التفاح من الفواكه فأوضعها بحق الفواكه بعد أورنج البرتقال وهكذا شق كل ما يعرفها يضيفها بالحق المناسب لها كنشاط إضافي إلى تمرين B ننتقل إلى تمرين B put the conversation in order ضع هذه المحادثة بالترتيب هذه المحادثة مباثرة بين هذه البنت والولد يطلب من عندي أني وضعها بالترتيب وبعدها يقول لي listen and check استمع وتفقد إحنا راح نحلها وبعدين نتأكد من حلنا من خلال المقطع الصوتي هو حالي number one أولى تسعى البنت يقول لي would you like to come to a picnic or Saturday هل ترغب بالمجيء إلى رحلة أو نزهة في يوم السبت شنو التكملة أو شنو الجواب المناسب لهذا السؤال أكيد yes please فأوضع number two هل ترغب بالسلطة أو الشطائر فهنانا شنو الجواب المناسب لها خلنا نجي نشوف I'd prefer cheese أنا أرغب بالجبن هي ما قالت لجبن إذن هذه مو مناسبة هذه حاليها نشوف غير جواب أنا أرغب ببعض الشاي كده عليك هذه غير مناسبة لأن هي خيرتها بين السلطة والشطائر بعد نشوف غيرهم أنا أرغب ببعض الشطائر رجاءا إذن هذا أكثر خيار مناسب أو جواب مناسب للسؤال لسئلة البنت فأوضع رقم أربعة عالية لأن سؤالها كان رقم ثلاثة فالجواب مالتها رقم أربعة نكمل number five خامسا What sandwiches would you like cheese or meat ما الشطائر التي ترغب بها الجبن أم اللحم فشي جاوبها شنو الجاوب المناسب لها السؤال يقولها I'd prefer cheese please أنا أرغب ببعض الجبن رجاءا هي خيارتها بين الجبن واللحم إذن هذا أكثر جواب مناسب للسؤال لسئلته فأوضع رقم ستة بعد number seven Would you like to drink tea coffee or lemonade هل ترغب ببعض الشاي القهوة أم عصير الليمون فش رح يجاوبها يقولها I'd like some tea please أرغب ببعض الشاي رجاءا فأوضع رقم ثمانية على هذا الجواب ترجع تقوله Okay See you on Saturday أراك في يوم السفت هذا ما يخص هذا النشاط طلب من عندي أن يرتب الجمل الخاصة بهذه المحادثة بعدها يطلب من عندي أن يتأكد من إجاباتي فرح أتأكد من إجاباتي من خلال المقطع الصوتي وبعدها نعرف شين الخطوة الجاية من خلال هذا النشاط شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة اذا انا لاحظنا من خلال المقطع الصوتي أنه كانت إجاباتنا جميعها صحيحة بعد تمرين F تدرب على المحادثة يمكنك تغيير بعض الكلمات هناك الأستاذ يختار تلاميذ اثنين تلميذ يأخذ شخصية البنت وتلميذ يأخذ شخصية الولد ويعملون المحادثة ويقدر التلميذ يغير بعض الكلمات شن الكلمات يغيرها مثلا كلمة Saturday يوم السبت يقدر يغيرها سوها Sunday, Monday إلى آخره مثلا كلمة Salad Sandwiches يقدر يغيرها يخير التلميذ الآخر بين خيارين مثلا يقوله Meat or Apples اللحم أم التفاح وهكذا إذن هناك تلميذ مخير أنه يقول الكلمات اللي يريدها الخيارات اللي يريدها للتلميذ الآخر والتلميذ الآخر يريد عليه ويكونون المحادثة بداخل الصف من خلال هذا النشاط هذا كان درسنا لهذا اليوم أخذنا بـ Would you like اللي معناها هل ترغب وعرفنا أن الإجابة عنها تكون أما بـ Yes, please أو No, thanks وتختلف تماما عن سؤال Do you like اللي معناها هل تحب اللي يكون جوابها أما Yes, I do أو No, I don't بالإضافة إلى ذلك ادربنا على There is والThere are والسؤال عنهن Is there مع المعدود وغير المعدود بالإضافة إلى ذلك أخذنا تمرين مهم جدا اللي هو تمرين أعادة ترتيب الجملة المباثرة وقلنا هذا التمرين مهم ومن الممكن أن يجينا بالامتحان بالسؤال الثاني تحدينا بسؤال القواعد يجيب للجملة ويطلب من عندي أنها عيد ترتيبها ختاما شكرا لمتابعتكم للفيديو أي سؤال أو سفسارة وظافة تحبون تقدموها تقدرون تتواصلونها على حسابات الموجودة معكم على الشاشة